بسم الله مرزاكا مشفاب ان شاء الله نبدأ النهاردة في شيت رقم 4 في متنسيكوريتي قبل نبتأ في الشيت عاكد نعدي بسرعة للسلائد نشوف فهي حاجة بتتقال هنتكلم على الاس سيثر احنا اخر مرة هتنقل من المتدر مكادي الديس كان برضو بيشتغل الدس العادي بعد كده اخدنا شفتر كامل عشان نوصل ل الاس سيثر عشان نبدأ نشتغل في الاساس بتاعنا كله في الاس سيثر هو المدير بيونيومي الارثماتي اللي هو في GF2.8 وبيستخدم الMX بتاعتي الMXD فاي عملية ضرب اي عملية ضرحة اي عملية يعني اي عملية ضربه اس ما يعني في الوحنا شغالين او اي عملية Multiplicative Inverse هتكون بي الMXD تمام تمام في ال S Cypher بيستخدم 16 بايت ال block size بتاعه 16 ال key بتاعه 16 بايت وال number of the rounds بتاعته 10 فيه يعني feature او فيه versions مختلف من ال S بس احنا شغلينا على الاركام الاولية دي لو نفتكر في ال disk كان شغال 8 بايت بس الوحنا 64 بايت بس والروندكي كمان كان 56 بايت تقريبا بس كمان كان بيقل منه 8 او الحالة ماش ال Input Representation بيتخل 16 بايت كده يعني ال N الواحدة من هنا هي عبارة عن بايت كاملة فبيدخل 16 بايت بتخلهم في شكل matrices كده ان كل كلهم عبارة عن 0 إلى 3 ال key expansion انا عندي نشوف كده ال structure بتاع ال S انا عندي 10 وفين ال encryption ال encryption انا عندي 10 راواند واحد لحد راواند 10 كل راواند فيه بيتحصل فيه اربع اربع عمليات مختلفة في الراواند دوت انا ال key بتاع ال add round key دوت بيختلف يعني اللي بيتزود هنا مختلف عن بيتزود هنا مختلف عن بيتزود هنا مختلف عن بيتزود هنا بس الاساس بتاعه هو ثابت اللي هو انهي اللي هو اول 16 بايت دول اللي هو الستاشر بايت دول بطلع منهم اربع واربعين اه او بطلع منهم اه الساتاشر بايت دول عبارة عن اربع ورد اللي هما كده ده عبارة عن ورد واحد ده اتنين او خليها زيرو ده واحد ده اتنين ده تلاتة انا عندي اربع ورد اساسيين ده الاساسي ده اللي انا داخل بيه في ال key expansion دي تي فونكشن جوه الاس بقى هو بيعمل expansion ليه الاربع ورد دول يخليهم اربع واربعين ورد ليه عشان اول ورد عندي اللي هو اول كي عند اللي هو اول اربع ورد عندي اللي هما الماتريكس اساسية بتاعتي دي بيخش على حاجة اصلا يعني قبل ما يخش على راوند وان اول حاجة خاص مبدأي كده حد في التكريبشن كمان بيحصل برضو add round key قبل ما يخش اصلا على اول راوند فده بيحصل باول اربع key اول اربع ورد بتاعتي اللي هو اول كي بتاعي وبعدها بيعمل expansion key بيطلع لي باقي ايه باقي العشرة كيز اللي با غير اربع اه اربعين ورد بتاعتي كلهم اللي هو منقل ؟ اللي هو من اول ورد اربعة هنا لغاية ورد اربعة ورد او لغاية ورد تهتة واربعين باقي صفر واحد اثنين وتاتتي كمان كدهclock pequانادا دول لاول راوند خالص الاول اللي قبل الراوند كمان اللي هو ده اللي هو من صفر تلاتة بعد كده باقي اول اربعة لحد تتة واربعين دول اربعين وورد هشتغل بيهم على من اول ورد اربعة لحد ورد ت каждمكاتنا وها جدا باقي مدان out of the region wanna be able to get to see yvb كل اربع ورد على رواند معينه. تمام? الاول باكوستركشن بتاعه نفس الكلام من اوت 0 حد اوت 16 بيدخلهم برضو شكلة ماتريكس كده. شكل شكل مقصير سنستخدمها كتب يعني. الاس رواند فيها سبستيتيوت بايس الليها بالاس بوكس. شفت رو. بعمل شفت رو عادي. بعد كده ميكس كلهم بضرب يعني بضرب فونكشن او بضرب ماتريكس معينة في اللي جاي اللي. بعد كده هاد رواند كيلي هي اكس او رايد. ده الشكل المفصل ليه مش لازم. السبستيتيوتشن بيقولك السبوكس ما علينا. بيقولك هنا كل الستجز بتاعت الاس هي ريبيرسيبو بايس. ليها انفرس اس بوكس يعني اس بوكس العوانيه ليها انفرس اس بوكس. الشفت رو بدلا ما هعمل لفت شفت هعمل رايد شفت فليها بردو رايد شفت. الميكس كولوم بيستخدم لو ضربت مسلا في الماتريكس اللي اسمها اكس لو ضربت في اكس انفرس فكايني برجع بالعملية عادي والاد راوند كيه اكس اور كده كده اكس اور ايه بيدخلك مسلا الرقم تسعة خمسة وتسعين مسلا فهروح باول بايت عالشمال هروح للرقم تسعة وتاني بايت على اليمين اللي هو الخمسة دي هيكسة يعني وتاني خمسة هيجي هنا على الكولوم ده يبقى اللي عالشمال بيوديه للرو ويوديه للقولوم هوصل للأس عالشمال بني وهو يبقى ته اللعبنيات السبستشتوسن بتاعتي بخمسة وتسعينه هتبقى اثنين اي ونوعي Regierung يبقى اثنين ايه يبقى اثنين ايه دي الاسبوكس انفرس ايه دي الي اثنين سأجيب منها الروم اثنين الايه هجيب منها الكلوم هتبقى ايه الانترسكشن بتاعب نفس الخمسة وتسعين وهوسط هجيب اثنين ايه وانا رايح لتاني و انا راجع في التكريبشن الاتنين ايه هترجعلي ال 95 ثاني والتنين اس بوكس دول مختلفين عن بعض ده تابل و ده تابل تاني خالص يعني مش نفس ال اندريز اللي تقول اه ده مثال يعني ال اي ايه هيدك 7 بي اه 87 ده لو عملته في ال اس بوكس يعني ولو من هنا عايز ترجع هنا هتستخدم ال انبرس اس بوكس الشفت رول بسيطة جدا ان اول رو عندك اللي هو اول رو عندك ما بتعمله شفت خالص يعتبر بتعمله شفت بزيرو بين شفت بزيرو بايت اما تاني رور عندك تعمله شفت خالص ونجدار واحد بس تالت روح تعمله شفتowers اتنين ثالت روح تعمله شفتت الله التالتة بعدكا ترجع للس واحد د Crisis بعد كاي ترجع الclip نفس الكلام هنا هتشاففت مردين فدي هتيجي هنا بعد كده اكمل بدي من S2 نفس الكلام دي هتشافت 3 مرات فديديجي هنا وبعد كده هكمل دي هتيجي هنا بعد كده اكمل بالترتيب لو عايز ارجع بالإنفرس هعمل راية عادي خالص Shift-Ride وطبعا كل الكلام دوت ايه؟ Circular تمام ده مثالة Shift بعد كده الميكس الكلوم بيقولك دي دين بادريكس انت بديدروب فيها في اي انبوت جايلك او اي مش انبوت بقى هو الانترميديات بقى state لل وانت ماشي فالإنكريبشان مثلا في الاول مثلا بالسبستيوت بعد كده مثلا ميكس الكلوم فالي يطلع من السبستيوت ده اللي هو يخش ميكس الكلوم مش لازم يكون هو الانبوت الاساسي يعني عشان بس ايه مع كلام ما يكونش مطلقه او هدخل المادريكس دي هضربها في الست بتاعتي هتطلع لي الكلام ده الضرب دوه بكله مكتوبه على ايه الضرب دوه بيحصل في GF 2.8 يعني ايه في GF 2.8 يعني 2S0 مش معناه ان لو جالك مثلا الهكسة 0.4 وضربتها في 2 فتبقى 0.8 لا خالص لا الاثنين S0 هتتعامل ازاي لو الهكسة مثلا بتاعتك ب 0.4 وانت بتضرب مثلا في 0.2 دي 0.2 هنشوف مثال اللوقت هنشوف مثال اللوقت المثالة هو لو مثلا 0.2 وضربت عايز مثلا تجيب اول entry بتاعتك دي المادريكس بتاعت الاس نفسها ودي الاس بتاعتك اللي خلالك بتاعتك مش الاندود بقى هو اللي جايل لك يعني في العمياء بتاعتك الميكس كولوم دي وجابلك مثلا ده فانت مثلا دي اربعة فاربعة صح؟ ودي اربعة فاربعة فانت متوقع ان لو هتطلع لك المادريكس النهائية بتاعتك هي بردو اربعة فاربعة تمام مفاش مشكلة عايز تجيب اول entry اللي هي 47 هتعمل ايه؟ هتمسك اول رو في المادريكس دي هضربها في اول كولوم في المادريكس دي فدي كده على بعضها كده دي بتطلع لك اول entry بس اللي هي 47 دي طب جات منين؟ جات بقى بالتفاصيل بتاعت المادريكس في GF2.8 اللي هي ايه؟ اللي هي اللي هي الزيرو 2 دي هتتعبر عليها بربعة زيرو هت بعد كده 0010 ويه السبعة والثمانية دي هتتعبر عليها بيه مضروبة فيه الزيرو آآ تمانية يبقى تمام؟ واحد زيرو 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 كده 8 ويه السبعة بتاعت هي عبارة عن زيرو بتاعت وحي دي كده هتتضرف دي كده اللي هي كانت ايه؟ بتعبر عن ايه؟ دي كانت اكس مضروبة في ايه؟ مضروبة فيه اكس باور سبعة زائد اكس باور طلع اثنين اكس وواحد اكس سكوير بلووس اكس باور اكس باور واحد في انت عايز تطربة الطالب يبعض احي دي كلها كده التي جاية زى ماha كانت العملية دين بس اثنين في اسبعة والثمانية هى اثنين فيub Reper ثلاثة بلووس اكس باور اكس بلاس اكس باور 2 زائد اكس زائد 1 دي جدا كلها تطلع من هنا بس ده بتاقي كان لها طريقة تانية لو اضرب اكس بقى تبقى اكس باور 8 بلاس اكس 3 بلاس اكس سكوير بلاس اكس النادي تدوك كده ايه لو عشان ما ننساش اكس باور 8 بلاس اكس باور 3 بلاس اكس سكوير بلاس اكس النادي تدوك كله كده مش هيمشي فيه جي اف 2 باور 8 لازم تعمله تجيب منه الريمايندر بتاع الام اكس بتاعتني اللي هي كان الكام اللي هي كد المعلم ده هتشوف الريمايندر بتاعه كام اللي هو ممكن تجيب بعد اكس باور 8 بس بس يعني هتبقى جلال لأكس 8 بلاس اكس 4 3 اكس بلاس 1 هتعمل الريمايندر للكلام ده وديجي بالناديك بتاعه يبقى ده الناديك الاخير بتاعك لأول عملية مالكيبليكيشن دي بعد كارت عمل نفس الكلام هنا وكلهم هتعملهم اكسو عشان تطلع الحجم اله говорят اللي هي بتاعه ilo انك هتعمل مسلا عايز تضرب ال اتنين دي اللي هي دي هتضرب في الاول خلص واحد في فيه دي يعني هتعمل shift مرة وهتلاقي ان عندك هنا ايه واحد فدي كانت بي سبعة فالconditions بتاعة الطريقة دي انت بتشكل اول على البي سبعة دي لو كان فيها واحد وطار هتروح تعمل اكس اوار مع مين مع الاكس تمانية رمايندر مع الامي اكس اللي هي مش فاكر كانت زيروهات واحد واحد زيرو واحد واحد زيرو اربعة تقريبا كانت كده بس عشان ما تخبطكش يعني هتعمل اكس اوار مع اللي طالع من اكس تمانية رمايندر مع الامي اكس تمام دي كانطرية يعني في الامي اما between الامي اكس كلم كمانت فاندكربشان بقى نفس الكلام بالزرط بس دي الامرممتariكس بتاعة دي طبعا لو ضربتوهم في بعض الا هيتحصل هيديك لا مش دي لو ضربتم في بعض الا هيتحصل هيديك الidenty matrix طبعا به انفرس لدي يعني ونفس الطريقة هنا بالزرط بيقولك والله لو عندك الصفري ده اقدر اydi دي اقدر قليلا فى الثلط بitud transforming to the 97 لا امل ادم poses كتضاء ال試ifica التي اكومي اصلا كنا ن distance give to the 87 كي طبعا بايت 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 و هتعمل XOR بينهم يعني السبعة وربعين XOR مع AC هتديك AB و نفس الكلام اللي الربعين XOR مع التسعة عشر هتديك تسعة وخمسين وهكذا ال S key expansion اللي بيحصل بقى في GX انا قلتك انت عندك في الاول خالص ستاشر بايت ستاشر بايت كي بيتأسبه في ماتريكس اربعة في اربعة يبقى انت عندك اربعة ورد الاربع وردول هو اول كي بتاعك حلو كده انت عايز تجيب الكي الثاني والكي الثالث والكي الثالث والكي الرابع هتجيبهم ازاي؟ بالطريقة دي ان عايز تجيب اول ورد في الكي الثاني هتروح تجيب ال W0 بتاعتك تعمل لها XOR مع اللي قبل ال W4 اللي هي ال W3 بس مدام انت بتبدأ الكي بتاعك ف بتدخل ال W3 في function زيادة اما في الباقي هتلاها مثلا ال W7 هتعمل XOR مع اللي قبله على طول على اللي قبله مع اللي قبله باربع خطوات يعني يعني دي طريقة بتاعتها اللي هو دي الطريقة العادية اما لو دي كده اهي اه عايز اقول لهاك ايه؟ هنا بس بيحط ال W3 بتاعته بس في الاول خالص انه بيدخل بس اول اربعك اول اربع ورد عنده اول اربع كي عنده اه دي بايت دي واحد بايت دي اتنين بايت دي تاتا بايت دي رابع بايت هتحطها في اول ورد اه تمام؟ ويلف طبعا يعني اربع مرات عشان يحط الاربع ورد بتاعه هنا هيعمل الفونكشن اسيه بتاعته ايه؟ اللي هو عايز تجيب ال WORD A فهيعمل XOR ما بين اللي قابلها ال WORD اللي قابلها باربع خطوات واللي قابلها على طول اللي هي تم باهيه اللي قابلها على طول اما بقى فيه كونديشن معين ان لو ال i مضي الى اربعة بي equal zero يعني ايه؟ يعني لو انت بتجيب ال W او بتجيب ال W8 اللي هنا او بتجيب ال W12 اللي هنا لو بتجيب اي W فيها فانت اللي قبلها دي مش هتبقى اللي قبلها لا ده اللي هتبقى قبلها دخلها function j طب الـ function j دي عبارة عن ايه عبارة عن الكلام ده ممكن باتشوف التفاصيل بتاعته هنا يعني ان الـ function j بتاعتك بتبقى عبارة عن substitute للـ word rotate word مش عارف هتعمل rotate word الـ temp اللي هي يعني لو دي كده هتعمل لها rotate طيباً left صح او right تقريباً عشان الـ b0 هنا بقت لا دي shift a shift left يعني بعدك هتعمل لها xor مع الـ rcon الـ rcon دي هي عبارة عن الكلام ده او الـ rc الـ rcon دي عبارة عن الـ rc دي بايت واحدة بس هتدخلها بايت ثانية بايت ثالثة بايت رابعة عشان تبقى عبارة عن word وتعرف تعملها xor مع الـ word اللي جاي من هنا والـ substitution دي هي substitution عادي بالـ sbox الـ theoretical بيقول لك ازاي تعمل creation للـ sbox دي بقى هتعمل empty sbox عادي بعد كده هتتم لهم كلهم من صفر صفر الحد و بعدها تريبليز كل بايت فيها بالـ multiplicative inverse بتاعتها في gf 8 و بيقول لك هنا assume ان الصفر بالـ multiplicative inverse بتاعتها 0 على طول يعني بعد كده تضرب المتريكس دي كأنك بتضرب المتريكس دي في بايت بتاعتك هي بايت يعني يعني بيقول لك مثلا لو 95 فانت هتدخل بايت ثالثة بتاعتك هنا كده بعد كده هتدرب في المتريكس دي وتعمل لها xor مع يتعمل لها xor مع مين اه او مع الـ c دي عشان نسيتها والـ c بتاعتي هتكون هي عبارة عن الرقم داوة فهيتعمل الـ c هي دي الـ c بتاعتك وده الرقم انت عايز تعمله دي المتريكس الاسسية بتاعتك وطبعا يعني هو عمل يعني اختصار للوحيد والاسوار دي بالـ formal دي عطول يعني نفس الكلام في الـ inverse بقه هتمنى 16 في 16 عادي وتمنهم كلهم FF وقبل ما تعمل تعكس اخر عمليتين لك في الاول خلص هتعمل بالـ formal دي اللي هو بالـ matrix دي وطبعا matrix دي هتبقى هي الـ inverse matrix التاعت اللي احنا نستعمل من شوائي بعدها هتعمل الـ substitution بالـ multificate inverse لكل بايت ويقول لك دي المتريكس اللي تعملها في الاول او في التانية مضروه في المتريكس الاخرى يعني ايان كان قولها ولا التانية هيديك الـ identity matrix الـ implementation aspects بيقول لك عندك اكوفلنط inverse cypher لو شفنا في اول الاسطلات خالص هنريز بس اعدي بسرعة ثانية لو شفنا في اول بتاع خالص هنلاقي اللي احنا عايزين نخلي الـ round دي شبه الـ round بتاعت الـ round واحد مثلا هنا دي الـ encryption وده الـ decryption فهنعايز الـ round واحد في الـ encryption بشبه الـ round واحد في الـ decryption هتقول لهم مش هبعد اقول لك لا هنا بيقول لك اول حاجة بيخش في الـ inverse shift row هنا بيعمل substitute points بعدكها shift row هنا بيعمل shift row بعدكها inverse substitute فمنطقة الاختصار هنو عايز يبدل الكلام دوت يخلي يعني يخلي ده بيماب مع ده بالزبط وده الاساسي بتاع اللي هو في الاوخص بيعمل inverse shift row فكل الحكاية هيبدل تندول مع بعض فيش اي فرق انت كها تعمل inverse shift row بعدكها تعمل substitution انت ممكن تعمل اول inverse تعمل substitution بعدكها تعمل shift row عكس تندول ودوم نفس الكلام بالزبط كأنك بتاد انت هنا بتعمل ايه انت هنا بتاد ال round key بعدكها تدرب في ال mix column انت ممكن تدرب في ال mix column بعدكها تجمع ال round key بس بشرط ان ال round دي دوت يتضرب هو كمان قبل كده قبل ما يخش في ال mix column فأول فكرة كلها لانا هعكس عادي ده ال decryption انا بس عكسوا ال inverse بدلتهم مع بعض بعدكها ال inverse mix ضربت الاول بعدكدا هزوت ال round key بس ال round key قبل ما يخش هتضرب هو كمان عشان ما باوضش العمليات بعدكها بقى عشان اعمل شوية implementation اعمل شوية optimization في الثمانية bit processors فانا عايز اتعامل مع ال bytes فال substation byte هتبقى bytes operation shift رو هتبقى byte trans position ال add run هتبقى byte في الاول خاص هعمل simple byte shift لو هزي موتك هعمل shift left بعدكدا هتشيك على ال condition اللي هو بتاعت ال B7 بعدكدا هعمل byte XOR عادي مع اللي هي ال X8 مع ال MX يعني بتاعت الضرب عادي فهيطلعلي بالمنظر ده لحنا دي ال اتنين والتاتا والواحد اللي هنا والواحد اللي هنا دول دول تبقى السية بتاعت ال S يعني هضربهم في ال S zero G لو عوضت ب zero فاتياب ال S zero zero يعني وهكذا فدي تفاصيل كتير قوي يعني بس طبعا تبقى عرفها يعني عشان اعمل optimization شوية عندي هنا ادي عمليات ضرب ادي التانية عندي عمليات ضرب و 3 و 3A 3 XOR فانعايز اقوم تماميش شوية فانا اول حاجة هعتبر ان التاتا S دي عبارة على 2S plus S ولو عملت لو زودت الترمي دوت اللي هو انه مثلا حاجة XOR مع نفس الحاجة كانت بتقول 1 XOR مع ال 1 هي صفر و 0 XOR مع صفر هي هي صفر فلو قلت اي X XOR مع نفس ال X هي دي هديك صفر فدي لو زودتها عادي خلص عشان توصل الترمي ثابت ال S 0 مع ال S 0 و ال 1 و ال 2 و ال 3 و ال 1 و ال 3 فقبل ما تخش على اي عملية اللي تجي S 0 0 هتروح تجيب لها الاول التنبي بتاعتها وتستخدمه على طول في ال S 0 0 في ال S 1 0 هتستخدم كلهم مرة واحدة و هتستخدمهم مرة واحدة بس و نفس الكلام هنا بقى بدل ما اعمل و اتنين في S مع اتنين في S تانية هروح من الجامعة اول XOR بعد كده هضرب كده عملت ايه اتنين ملتبليكيشن و XOR بقيت واحدة XOR و واحدة ملتبليكيشن طبعا XOR اسرع بكتير من ملتبليكيشن و كمان ايه بدل مجمع بدل مضرب العملية دي كمان انا هعمل entry box بكل الاحتماعات اللي عندي انا عندي هنا 16 بايت عندي هنا اسف هي بايت واحدة بس يعني العملية بتاعتها هي على بايت واحدة بس فالبايت دي هتبقى 2 power 8 اللي هي 256 فانا عندي 256 entry ممكن اعملهم فاجب ال 256 دي كلهم اضربهم في اتنين واخد بس ال اتنين او هاخد بس ال انتكس او اللي انا عايز اجيبه ايه هو فانا عايز اجيب مثلا ال S0J XOR مع S1J ده كده المفروض هنا بيتضرب في اتنين لأ انا هروح هتول على ال entry box دي واشوف ده كان في ال entry box بكام طب ال entry box جت منين انا ضربت فيها قبل كده اضربت اتنين في واحد وضربت اتنين في تلاتة وضربت اتنين في تمانية وضربت كل الحاجات دي فلو دي مثلا يتساوي تمانية فاخصم انا راح اجيب الاعمالية دي كلها وعلى عملية دي كلها بدل ما اضربت كل مرة انا ضربت في الاول مرة خالص فعكاها راح اجيب النادج عطول في ال 2 بيت بروسيسور ايه لا يحصل هيكون عندي اجيب عيز اشتغل على الورد كاملة اللي هي 4 بيت كاملة فال substitution هتبقى بيت ال shiftرو هتبقى بيت ورد مش ورد يعني ال Ad draw ون هتبقى ورد للoptimization بتاعت والميكس الكلام هتبقى نفس الكلام ممكن اصرع كده ايه ده بيقولك تفاصيل اللي انت عايز تعمله يعني انت عايز تعمل بيت substitution فS لده ال S بوكس يعني وال shiftرو كل اللي هتعمله هتمسك نفس اول رو دول اول رو ده في الاول خالص هتاخده هو هو ثاني واحد هتعمله shift left في واحد ثاني واحد هتعمله shift left في اثنين رابع واحد هتاخد shift left بالكلام ده بعد كده ميكس الكله هتضرب المدريكس بتاعتك في اللي طلال لك من هنا بعد كده ادراو انت كيه هتعمل XOR عادي مع الكيه ممكن تقتصر الكلام دوت في ايه انك تمسك تمسك كل الاستات بتاعتك اللي هنا كده فدراوها في الميكس الكله هتعملها XOR مع الكيه بتاعتك بس مش الايه دي عباره عن ايه مثلا نتكلم عن A00 مش دي عباره عن اثنين في ال S00 XOR مع الثلاث مع ال S بتاعتك او G-1 بعد كده بلص ال واحد مع ال S يعني كان بتضرب 4 في 4 4 في 4 في 1 4 في 1 4 في 1 كده كده دي 4 في 1 فكده كده عادي تعمل XOR مع 4 في 1 فعشان تعرف تعملت مدركس 4 في 1 فالله هيحصل انك عايز تجيب اول المنت مثلا في ال 4 في 1 دي اللي هي اصلا شكلها عامل ازاي شكلها عامل كده فانت عايز تجيب اول المنت ده فهيكون عباره عن XOR مابين اول جامعين مابين ده مضروف ده لص ده مضروف ده لص ده مضروف ده اهو اثنين مضروف ده بعد كده 3 مضروف ده XOR ده مضروف ده قسمتهم بس كده فالله هيطلع لي من اول المنت دي هي اول المنت ده بعد كده عايز اجيب تاني المنت اللي هو تحته هن هيبقى إيه مش واحد مضروف ده والتنين مضروف ده والاتنين مضروف ده هتلاع لك تاني المنت ده فما معلتش اياها حكي اجربس قسمت عمليه الماتريكس ده طب انت مشانت عندك اصلا دي عباره عن 1 بايت هتروح على S بوكس هتروح على S بوكس ستضيع تنائك. هالضغرف في اثنين. اصلا مش كنت ممكن تعمل بري كومبيوت jeden ان تستعمل كل دوتا على بعضه كده. ان كل انت ستعملوه بس هتدخل. طبعا دي كده على بعضها هتطلع لك دي اربعة في واحد ودي واحد بايت. فهتطلع لك برضو مادرس اربعة في واحد. اكس وور مع اربعة في واحد اكس او مع اربعة في واحد. ستطلع لك الاربعة في واحد دي. بقى هتعمل لها اكس وور مع القيدة ده ال اكس وور مع القيدة. حل? طيب انت مش عندك ده عبارة عن Input 1 Byte بس أو هدخل 1 Byte هنا إعتبر هدخل 1 Byte هنا هدخل ايه هدخل ايه هدخلات matrix 4 في 1 يبقى كإنك يدخل 1 Byte بس بيضلى لك ايه بيضلى لك ورد كاملا فانت ممكن تعمل Pre-Computed Lookup Table بتدخل له البيت دي بيضلى لك الورد كاملا بتاعته فساعتها انت عايز 256 إنتين عشان تشوف البيت دي هي عبارة عن ايه اللي هي برضو 248 اللي هو الاحتمال بتاعت البايت كلها اللي عندها بان تشوف دي هتطر登ك وارد ايه? اللي هي باء centimeter فيه اربعة. دي هيبقى لها تيبل دي هيبقى ليها تيبل دي هيبقى ليها تيبل ده هيبقى ليها تيبل. هتدخلهم كلهم مع بعض كده. هيكون حو العبارة متين ستة وخمسون في اكمل Um mass Bl accurate time.哎 يعتبر اربعة تيبل يعني. تمام? بكمبين الاسبوكس عندك نبقى انت عندك اربعة تيبل اسف. او اسف. انت عندك اربعة تيبول، كل تيبول فيها هي عبرها ٢٥٦ فيه اربع بايت والاربع بايت عشان انت بتطلع ورد كاملة و ٢٥٦ علشان انت بتاخد الانبوت بتاعتك انت بتشوف اصلا الـ وانت عندك كم تيبول بقى وانت عندك اربعة تيبول تيبول واحد للمعلم ده و تيبول اثنين لده تيبول تتالي ده تيبول الاربع ده اللي بيختلف فيهم هو الـ constant ده اللي هو الـ 211-13 ده مش انبوت منك ده في الـ S نفسه وده الانبوت الثاني ده الـ input ده اسف مش انبوت ده الـ column الرابع يعني في الـ matrix السياة بتاع في الاخر خالص بعد ما كان عندك انك تعمل هنا ضرب كتير جدا وتعمل هنا ضرب كتير جدا وتعمل XOR وكلام ده بقى عندك العملاء كلها عبارة عن ايه؟ ٤٤٦ اكسو او هدي واحد، اثنين، ثلاثة، اربعة وعندك ١٢٣، ثلاثة، اربعة يبقى عندك اربعة لكاب تيبول وعندك ثلاثة، اه، اربعة اكسو او تمام، بعدك اكس اكس اسف تقلش تعال نخش على الشيط بسرعة بقى طبعا ان انا 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 تعمدت ان انا اطول في الـ اطول في الـ اطول في الشرح شوية اللي هو ٢٣٢ جدا طبعا هقولك انا بقى هبدأ حل امتى؟ فحاليا انا هبدأ حل فطبعا لو انت جاي من الفورك كلها فعاش رجعتي معلوماتك اللي انت عارفة لو دخلت هنا على طول فاركز على الشيط بقى اول سؤال في الشيط بيقولك ايه؟ بالله يشوف ان المعلم هو كدة تقوم بشراء المعلم بدلا يتعمل إكس Mcıbore'I تعمل مده بالـ تعمل مده بالعمل بناءn بحق نفس ال x يعني مش هتفرقي في حاجة فانت ممكن تبدأ عطول بال x بور 4 كأنك بتشوف الـ remainder بتاع x بور 4 في الـ x بور 4 دوس 1 فهتعم الـ remainder هتلالك بواحد فهتي بواحد جرب الـ x بور 5 هتلالك بx جرب الـ x بور 6 هتلالك بx سكويد تلالك x بور 7 هتلالك x3 جرب x بور 2 هتلالك بواحد وانت كده كده عارق والـ x بور 9 هتلالك بx والـ x بور 10 هتلالك بx سكويد وانت على طول ممكن تقول ايه؟ ممكن تقول ان اي بور هنا كانت عندما تقول مد 4 هتلالك على طول يعني هنا الـ x بور 8 هتلالك بواحد ليه؟ كأنك بتقول x بور 8 مد الـ 4 اللي هي بكام x بور 0 اللي هي بكام الية بواحد اهي تعال هنا مس x بور 6 x بور 6 هي الـ 6 دي نفسها مد الـ 4 يتلالك بx بور 2 اهي وهكزا. فكانك عطول اثبتها وطبعا امسي كيو فمش محتاج اثبات يلا. بس ايه عشان تبقى اعرفها. بتاعت الهو انبرس اه ميكس كولوم اوبريشن اوبتومايز في التمانية بتس. نفس اللحنة قلنا في الوقت الحالة. بس على اه على طريقتك. على الصفر ايه والصفر بي والكلام ده. ايضا كان ثلاثة واتنين بواحد بواحد تمام? فتعال هنا نشوف الاس زيرو جي بتاعتنا هكون عمنا ازاي? هاخد اول كولوم. هاخد اول اول اسف. اول رو في المعلم ده كده. واستخدمه في الميكس كولوم بتاعت. هنا مثلا الاسات كلها. دي الاسات كلها. خليها مثلا اس زيرو جي. اس واحد جي. اس اثنين جي وهكزا. فتعال نشتغل اس زيرو جي. اه داش. لانا عايز اجيب الاس زيرو جي داش. فاستخدم الضرب ده كده في اول في اول كولوم من العملية بتاعت. ده اول انتري في اول كولوم. هي تاول انتري في تاني رو اسف. انا عايز اخد اول الحد بدول كده. اللي هو اول كولوم يعني. اضروه في اول رو. تبام? هيبقى بالمنظر ده. حلو. انا هناك كنت بابطميز ازاي. كنت بابطميز ازاي. ده الاساسي بتاعت. ده الدرب الاساسي بتاعت. انا هشتغل على شكل الاسي زيرو جي داش دي. بس فيه بقيم تانية للمدرسة دي. كنت بعمل ايه? كنت باعمل ايه? كنت باقول ان التاتا دي خليها اتنين في واحد. وهجمع المعلم ده عشان ازبط لي التيمبو الكلام ده. طب هنا اصلا ما عنديش تاتا بتاع. فانا عندي اصلا طرية تانية اصلا اقتوميز. ايه الطرية التانية? لانا هعتبر عندي حاجة سابقة اللي هي الزيرو اف دي. الزيرو اف. زيرو اف. زيرو اف. عايز اجيب منها الزيرو اي. الزيرو اي. فهاترح منها واحد زيرو اف مائنس واحد بالزيرو اي. تمام? طب اترحي بتاعي ايه فى العمليات ب ransom لدي اعلامة. اكسه ايه رعادي. طب start by بواحد. طب عاجز اجيب منها البي. هترح منها الاربعة nosaltres. عااز اجيب منها الدي هترح منها الاثنين. عااز nosaltres Notre Sixter هترح منها الستة. يبقى خمسة وfy لديزيرو عادي. طبعا الطريح التاعي هو الـ xREI حلو فبقى عني الـ x0j هو بالمنظر ده. عندي zirl f عندي zirl f عندي zirl f عندي zirl f كلهم مضربين في ايه? في إس zero j اس واحد جي س كنيل جي اس تادا جي. فانا ممكن هعملNe ان هي عبارة عن 0F مضروبة في المعلم ده كأن خدتها عمل مشترك كأن بالضبط شبه المعلم ده التمب بتاعتي بقت هنا كانت بالمنظر ده أما هنا لا بالمنظر ده بس مضروبة في 0F حلو كده بقت تمب بورط طبعا التمب دي هتختلف على الجي بتاعتي تمام فبعدها بقى ال S0J اللي اش بتاعتي بقت عبارة عن التمب بتاعتي بلوس ال S0J بعد كده ديتبقى من عشان الواحد هنا بقى كده تبقى 4 مضروف ال S1J 4 مضروف ال S1J وهكذا كمل الباقي بتاعتي تعمل لكاب تابل بقى تعمل كزا لكاب تابل لكل واحدة فيه انت عارف ان دي عطب الرف 4 خلاص يعمل لكاب تابل ليها لل X4 X4 عبر عن لكاب تابل كأنك بتضرب 4 في ال S1J ده فأي جهة هجيلك هتروح تجيب منها ال entry بتاعتي او القيمة بتاعتها كأنها مضروف 4 خلاص يعني فكأنك بتلغي عمالة الضرب دي وتعمل لها break أو يعني تحسبها في الاول يعني عشان تحطها في ال entry table او في اللوكاب تابل بتاعك تروح تجيبها على طول لو جالك ال buy دي هتروح تجيبها على طول القيمة بتاعتها مضروف 4 بدل ما تضرب انت في 4 حلو كده؟ حلو كده بعد كي هتعمل نفس الكلام هنا في table اسمه لوكاب تابل اسمه X2 مثلا بعد كي هتعمل نفس الكلام هنا في table 3 اسمه فالعمالية كلها تحاولت لايه؟ تحاولت لواحد اثنين ثلاثة اربعة لأربعة XOR مع واحد اثنين ثلاثة لثلاثة لوكاب تابل تمام؟ شوف المسألة بعدها المسألة بعدها بيقول لك نفس الكلام بس شوف ال optimise على اثنين وتتين حلو نفس الفكرة بالضبط بقى بيش اي اختلاف في المعلم ده ليه؟ عشان هنا انا كنت بهتم هنا كنت بهتم بالتم بدي هزوت حاجة هنقص حاجة وعمل حاجة لا انا هنا يعني انا مهتم هنا بايه؟ بالرقم ده الرقم ده هو اللي حدد لي ساعتها اللوكاب تابلز ده في نفس الكلام الارقم دي اللي اثنين والثلاثة والحاجات دي هي اللي حددت لساعتها اللي انا قسمت الثلاثة لثلاثة الاثنين بلس واحد اما هنا انا كان عندي هنا ايه؟ 0i فانا معنديش هنا ثلاثة عشان امشي بنفس الخطوات او بنفس sequence اللي عمل بيه optimisation فانا عندي هنا بايه؟ في الاثنين وتتين انا معنديش نفس الخطوات انا همشي بها انا عندي اه معنديش اصلا حاجة انا انا عنديش حاجة هتفيت حاجة او او معنديش حاجة ههه optimise على اساسها specific لا انا عندي والله ده المتريكس بتاعتي حلو خد اول كلم منها واعمل كده فانا هاخد اول كلم منها وهعمل كده بغض نظر الكلم دو ده في ايه؟ عمني؟ ونفس الكلام هنا ونفس الكلام هنا ونفس الكلام هنا انا هاخد اول كلم وخلاص هنا انا هعمل shift lift وخلاص انا مش مهتم لقيمة البيت اللي جواه ايه؟ فانا كل الحوار ان هنا كنت بستخدم القيم بتاعت الاتنين والتلاتة والحاجات دي بتاعت المتريكس نفسها بعمل بيها optimisation اما هنا لأ انا هنا باخد الكلوم على بعضه اساسا وعمل بيه optimisation فانا مش هتفرق اي حاجة هاخد ودي مع shift shift طبعا هي اللي جواه دي وبعد بعمل وده الادكي بتاعي حلو؟ هعمل نفس الكلام هاخد اول كلم وهضروه في الاس زيرو جي بتاعي بعدها هاخد تاني كلم وهضروه في الكلام ده وهكزا هتعمل لقب نفس الكلام ماتين ستة وخمسين فاربعة للميكس كولوم مع الميكس كولوم اللي هو ده مع الميكس كولوم اللي هو ده فانت كده جمعت الاتنين دوق كده اي فخطوة واحدة اللي هي بتاعيه اللوكاب تابول ده لو نفس الكلام هنا بزلطة فاشل اي حاجة هتعمل لقب تابول ماتين ستة وخمسين ده لمين للاس بوكس بتاعيه حلو؟ وبعدها هتعمل ايه؟ مش تعمل اي حاجة هيكون عندك خلص انت عندك لقب تابول للمعلم ده وعندك لقب تابول للمعلم ده وعندك واحد هنا وعندك واحد هنا يعقى عندك اربعة لقب تابول هتعملهم بالمنظر ده فمفرقش اي حاجة الاختلاف هو الانترز اللي جوهه اللي دهاللوكاب تابول دي جبته على اساس ايه؟ جبته على اساس المعلم ده تمام يبقى انت او انت بتحسيب الانترز هتفرق انا بيقولك ان الشفت لفت هيكون بالمنظر ده كده كانت تعريف ان اول روح تبقى بزيره الشفت لفت يعني تمام ان الحاجة بتاعت نفسها 16 بيت بس بس يعني انا مش عارف انا دقيت نفسي بحلها مرفهاش اختلافات كثيران بيقولك نامل سبستيكوشن اللي هو سبستيكوشن عادي للمعلم ده فتفرق بحالي ان عن اس بوكس هنا 4 في 4 الاس بوكس في الاس العادي كان 16 في 16 فكنت بتاخد اول بايت عندك تدور في ال 16 الاوانيل في الرو وداخد تاني بايت عندك تدور في المعلم ده بعد كدا بتشوف الانتري في التيبل انت هتعمل نفس الكلام هنا بس الاي عندك هنا كدا الاي بتاعتك انت في الايس عادي كنت بتاخد مثلا اي تلاتة وتدور بها بجيمة معينة مثلا بي خمسة مسلا دي هتجيب دي بس بس يعشان كان عندك 16 ف 16 اما عندك انا 4 ف 4 فتاخد الاي بس الهي دي وهتجيب منها مثلا دي 1-0 و 1-0 فهتجيب والله دي هتروح بيه هتجيب الرو بيها وهي دي معكاة دي هتجيب منها الكلوم اللي هي عبارة عن دي فهيكون عندك ال A بتاعتك هتوديج لل zero ال A بتاعتك هتوديج لل zero معكاة كامل بس كله ده هو الكلام يعني A simplified S اصلا مش علينا يعني فاكس ال shift R هو نفس الكلام هتعمل اول مرة shift ب zero مش تعمل حقيقة تاني مرة هتعمل shift ب واحد فهجيب التاني وكانت خمسة بخلاص الميكس كله من نفس الكلام بزرق بس طبعا ده اسهر بكتير يعني بتاعي ستجيب مسلا R واحد يعني بيقولك اضرب ضف ده عادي خلاص ضرب ما تلسيس بس في GF of 8 متنساش لا اسف هي GF of 4 بقى عشان MX عندك بقت اقل GF number 4 فكل حكاة بال MX بتاعتك هتجيب ال R زيرو مسلا هي عبارة عن ال واحد الكلوم ده الرو ده فيه الكلوم ده يبقى واحد في ايه واحد في ابلس اربعة في تلاتة اربعة في تلاتة وتشتغل عادي خلاص نفس الفكرة بالزلط فانت ممكن تحلها عشان تعود نفسك على الميكس كلوم بشكل عام وطبعا هتعمل شفتي بقى انا عملتها بال ايه طلعلي الكلام دوت فالكلام دوت شغال عادي عشان اخر حاجة هنا تطلعلي X بور 5 فطبعا مششغال فلازم اجيب برمنها المايندر بتاعتها في ال X بور 4 او في الميكس بتاعتها عشان اضبطها هنا اجباب الرينج نفس الكلام في ال R زيروين نفس الكلام في ال R فور ال FUNCTION بتاعته في الا او هنا يعتبر يعني ال INPUTS بتاعه واخد بس اخر كلوم بس فال R 1 3 اللي هي دي فدي هتيجي منين هتيجي من ال ROODA مضروف في الكلوم ده فاخدها على كمب كده ال ROODA اللي هو ال ROODA التاني اللي انا جاءت واحد اتنين تاتا واحد واحد اتنين تاتا واحد مضروف في ال ROODA لو سبعة تمانين نفس ال ROODA عادي هتعمل نفس الكلام بقى واحد ام سبعة تمانين طلعك واحد تمانين عادي مش تفلي كتير ال واحد اي ستة واحد اي ستة عادي بعد كده اخدها تروف بقى لو هي عبارة عن X اللي اتنين دي عبارة عن 0 اربعة زيرو هات بعد كده 0 0 1 0 اللي هي دي كده بعد كده مضروفة في ال 6E اللي هي عبارة عن دي بعد كده تعمل بقى ايه الضرب عادي خاص في الجي اوف اتنين باور تمانين بتاعتك الجي اف اتنين باور تمانين بتاعتك ما تنساش طبعا هنا الخام تواني مش هتلاعلك فمش تحتاج تامل رومايندر فهتلاعلك هنا المعلم ده ويه المعلم ده هتعمل مع ده اللي هو ده مع ده مع ده مع ده مع ده كل ده وكده هتلاعلك ايه 37 في الاخر بعد كده بالسبستيوشن نفس الكلام البي هتاخد اول اتنين دول هتجيب منها الرو واداخد دي هتجيب منها الكلوم فهتجيب منه الرو كانت عامنا ازاي كده اتنين تلاتة فاتنين هتبقى هنا تلاتة او اسف فاتنين هتبقى هنا فاتنين هتبقى هنا تلاتة فاتنين هتبقى تلاتة وهكذا بقى اه هنا بيقولك انزالسكوشن كذا بروف ذات المعلم ده اه السؤال ده حلو بيقولك اثبت ان ال a او اثبت ان ال bx هي ملتبلكاتب انفرس ل ال a بتاعتك يعني ايه؟ يعني اثبت انك اه لو عملت بانك ملتبلكاتب انفرس لال a دي هيطلعلك هي ال b في المده وهو يابلك ال a ويابلك ال b فانت في الوقت كنت بتعمل ايه؟ كنت بتقول والله انا عندي ال a عايز اجيب ملتبلكاتب انفرس بتاعها فكنت بتجيب ال b فكنت بتعمل بقى ال اكستيندل بتاعتك اكليد بتاعتك اللي هي ال a واحد و اثنين و اثنين و اثنين وهكذا وتشوف بقى تعمل رماية نور كلمتة عشان تجيب بها ال b لا بيقولك هنا انت معاك ال a و معاك ال b بيقول واحد بس طبعا ايه؟ في المد بتاعها المد mx بتاعتك ما اوعى تنسى دي عشان احيان مثلا ال a b مثلا بيقول واحد او ايش تبقى كل ما تشوف a b هتعملها بواحد لا لازم اول يبقى فيها مد mx تمام فكل حكاية انت هتعمل ايه؟ هتضرب a في ال b بس كل هتعمل ايه؟ هتضرب a في ال b ادي ال a بتاعتك او مش عارف دي ال b صراحة مش فاكر ايه هي ودي ال اتنين بتاعتك ايبقى دي ال a ايبقى دي ال a بتاعتك هتضربها فى ال b هتضرب عادي خالص شوف بقى ال الخندس الخارج ال b بيقولة ال a و تлизبط threading اول اصبات احنا عملناه انك بدلا за ما تقعدbs تحضير ايبقى حاجة حدود حاجة لانت تقتصدام مع طول دي انك مثلا لو عندك X bar 6 عطول هتعملها إيه؟ X bar 4 آآ X bar 6 مد اللي 4 بالإسباب الدين فهنا انت كنت محتاج X bar 6 أين انت هنا كنت محتاج تجيب المد بتاعت X bar 6 عشان انت عايز إيه؟ في الـ Mx كله في الـ Mx فانت عايز تعمل X bar 6 دي أكبر من X 4 اللي عندها فلازم تعمل لها مد فبدلا ما تعمل لها مد X bar 4 اللي هي في الـ X bar 4 اللي هي هنا X bar 4 plus 1 اللي هي هي X bar 4 plus 1 عشان كده عشان كده استقديمت الـ Proof اللي عملته فوقيا آآ فعطول X bar 6 دي هتبقى X bar 2 X bar 5 هتبقى X bar 1 وهتعمل بقى نفس الكلام بالاخر خلص هتلع لك بواحد أكيد هتلع لها بيقول لك Proof فأكيد هتلع بواحد آآ تمام هنا كان بيقول لك إيه؟ ويقول لك إيه واضز اللي كان inverse بتاعت الواحد في المود ده طبعا في العادي مفروض ديك الـ MX بقى ويقول لك الـ MX ديك بتساوي كذا وعمل بقى الـ الرقم بتاعك دوت شبه ملتبك ده في الـ X bar 3 بس الـ 1 دوت يتضرب في كام عشان يبقى 1 1 يتضرب في الـ 1 يبقى 1 1 في 1 بيبقى 1 في أي مد في أي مد فأمش تفرق أي حاجة فعطوه ملتبك ده في الـ 1 بتاعت الـ 1 بتساوي 1 في أي نظام في أي مد الـ profile entry بتاعت دي في الـ X box هترح للـ X box من المحضرة هتلاقيها بـ 7 سنة بس كده شيت 4 يكون خلص وأتمنى يكونوا استفدتوا ونصور على طول الشيت رقم 5 يلا شكرا جدا وسلام